شديد قالوا ان العرب لا يقلقون التاريخ وانا بقول لها حد كبير ومنتهى الصراحة وانا قلنا في البداية هنتكلم بصراحة كانوا صادقين في هذا الموضوع لان احنا لا يتعلم من دروس التاريخ الا اذا وقعت الكارثة عندما صدر قرار ساكس بكم بالتقسيم لم نصدق ان لما تم تقسيمه وحصل لكن اكيد كان فيه شعب وفيه قادة السياسين وفيه اعلام في هذا التوقيت ولم يتخذوا اي اجرات والتقسيم نجح طيب لما حصل فيه وعد بالفر سنة 17 قالوا ده فيه تقسيم دولتين اساس الخراب الحقيقة لا نحن لا نصدق لا نصدق الا بحدوث الكارثة فاحنا لما بنتكلم من دلوقتي من حمى الشعب المصري وارض مصر من التقسيم ان هناك رجال يعني صدقوا ما عهدوا الله عليه مثلنا وكثير من المصريين ومن كل طوافة المجتمع تكلموا ان هناك مؤامرة مؤامرة ومرة والثقافة والوعي الذي ارتقى مش عايز اقول وصل كما نريد بمنطقة الصراحة لكن ارتقى حمينا مصر بهذه الثقافة لاننا اصبحنا ندرك ان هناك خطر دائم مش عايزين نتكرر ونتقسم مرة اخرى عشان كده بنقول المؤامرة موجودة موجودة بدليل اقول له حضرتك حاجة لو فيه سلام وفيه امان وما فيهش اسرائيل مباعات السلاح للدول الكبرى هتروح فين البطالة هتبقى عندهم كبيرة المصانع هتقفل الموارد البتروليلي موجودة اللي بيخدمش هياخدوها القواعد العسكرية اللي فيها دول العالم زي اللي في ديجو جاريسيا في البحر المحيطة الهندي جنوب اليمن واللي زي في العديد اللي موجودة في الخليج واللي زي واللي زي واللي زي دي لو مش موجودة هزي الموضوع ده يا منحظم عايز اقول له حضرتك موضوع بس داي فندم ربما جزء من العولمة وجزء من الاتجاه للشراكة والاستراتيجيات ما هو احنا لازم بنشتغل لازم نعمل الصفقات دي ولازم ناخد لو فيه امان ما هو له حضرتك حاجة لو فيه امان مش هجيب سلاحتين هتستكفي بالسلاح اللي عندك لكن كل لما يبقى فيه توتر دي عايز اقول له حضرتك حاجة صناعة التوتر احيانا بتحدث حتى لو مش حرب وصناعة واشكر حضرتك على هذا المصطلح صناعة التوتر تحدث رواج للصناعة الاعلى مصطلح كل دولة تريد ان تؤمن نفسها فتشتري صفقات سلاح حتى اقول له حضرتك حاجة انا شخصيا بقول له اول ويمكن اول مرة اقولها في مقايا اعلامي ايران لن تطلق سلاح مباشر من ارضها بدقة ومش من اليمن من ارضها على الخليج والخليج مش هيطلع طلقة مباشر من ارضه ايه فندم بس السواريخ اللي لقوها في البحرين على سبيل المثال كانت صنعة ايران انا تاني انا قلت المكان انا قلت حضرتك ايه المكان لن يتم اطلاق من الارض الايرانية اه من الاطلاق من الارض لكن مش الصنعة شوف اقول لها حضرتك اذا الموضوع المصالح كلها بتيجي مع بعضا انا باستغرب جدا يا ست